وَلَا قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُمْ سَبَقُونَ إِلَى الْمَاءِ فَجَالِدُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَا عَمْرِي لَيَصِيرَنَّ الْمَاءُ لِأَصْبَرِ الْفَرِيقَيْنِ ما أن ينقضي شهر رمضان حتى تنطلق الاستفتاءات سواء في المطبوعات الفنية أم المواقع الإلكترونية حول أفضل المسلسلات وأفضل الممثلين والممثلات وأسوأهم أفضل الوجوه الشابة وأسوأهم وأفضل المخرجين وأفضل الإعلاميين يتصدر استفتاءات شهر رمضان أبطال من الصف الأول اعتدنا مشاهدتهم سنويا سواء كانوا من عالم الفني أو الإعلام ففي كل عام تنحصر المنافسة في البرامج الحوارية الفنية بين توني خليفة ونيشان من لبنان ولميس الحديدي وعمر الليثي من مصر ومن الفنانين الكبار يحيى الفخراني ونور الشريف وأيمن زيدان وسلوم حدد يسرى وليلى علوي ومنواصف وأمل عرفة ينضم إليهم هذا العام مجموعة من أبطال السينما الذين دخلوا عالم التلفزيون لهذا العام على رأسهم عدل الإمام تكرار الأسماء سنويا يجعلنا نتساءل إن كان الجمهور الذي صوت عبر هذه الاستفتاءات قادر فكريا على التصويت أو إن كان تسنى للجمهور مشاهدة المسلسلات كافة التي تعرض في الشهر الفضيل والتي يتجاوز عددها المائة مسلسل بين مصري وخليجي وسوري رغم أن طرق الاستفتاء تدرس في كليات الإعلام إلا أننا لا نرى أثرا لذلك في الواقع فنحن أمام حالة من العشوائية في التخطيط واستقاء المعلومات إذ إن هناك طرق أعمق لمعرفة آراء الناس ثم يكون في مرحلة لاحقة التفاعل مع هذه الآراء وطالما أن هذه الاستفتاءات ما زالت تفتقر للأسس العلمية والأهم الشفافية فهي لا تعبر عن الحقيقة وإنما تتبع الأهواء الشخصية للقائمين عليها إلى أنه لا ضمان أو وسيلة للتحقق من نتائجها هذا فتاة قريش ومسارعه وفارس وشفيرها ولسانها إذا نافره ترجمة نانسي قنقر